هل الشحمة ممكن تأكلها او لا لا؟ نعم بإذن الله هذا هو ما السؤالة ديالية أما عن قادية الشحمة بش يأكل الإنسان الشحوم هي محرمة عن اليهود لأن ربي عز وجل كان حرم عليهم شحومها وإحنا المسلمين مغير محرمة علينا ولكن تأكل الشحمة بوحدها ممكن فيها نسبة الكوليستيرول زائدة تضرك أما بغيت تأكلها بطريقة من الطرق المعينة تزيدها فهي مباحة الشحمة هي حلال كل ما في لحم ديال الكبش أو ديال البقر كله حلال وربي أباحه لنا جميعا اليهود هم اللي حرم عليهم الله شحومهما علاش لأسباب دم نتكر بتفصيل في حلقات مقبلة لكي يربيهم فأسأل الله تعالى أن يحفظكم بنت إلهام ويزيدكم من خيره وبركته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وقت بثمان حياة شكرا لك شكرا لك لك شكرا لك أمر صدك بالله الحبادك أبنتي بوش والله صلح شبابك أبنتي أعمل هذا كما تريد أن تسألني كما سألتد كنبغين صلي متن بحلى شي حاجة كتن أني بحلى عمه واخد ضامر ديالي تقول لي بحما تنبغين صلي يعني عندي الإرادة ولكن ما ما تنقدرش نعم ايه ايه ايش نقولك يا مناكة بنتي بوشرة ايش تجيني بحلى شي حاجة غنديرها شي حاجات كبيرة غنديرها بحلى واحد تقرض واحد العقز كاي يجيني كزار واخا بنتي بوشرة يا رب يا رب شكرا لك بنتي بوشرة حافدك الله وأصلحك الله غالبا البنات في واحد سن معين 18 عام 20 عام 24 عام 30 عام كتجيني صلاة قيلة كتقول لها ندي تصلي هي مؤمنة هي صالحة هي متخلقة تقول لها ندي تصلي بحلى كتقول لها هزي جبل وقدهرك اشن هو السبب السبب هو أن هذه علامات المس لأن من علامات المس أنه كيحاول مأم كان يكره إليك الصلاة ومالك تبغي تصليك تشعر بضيق في متنفس ضيق في الصدر أي واحد كيشعر بياتقل في الصلاة هذه علامة يقينية بأنه مصاب بمس وما أنه ماشي وحده راه مع واحد المخلوق غريب راه هو شيطان مارد يكره إليه الصلاة ويحاول أنه يطبط من عزيمته مالك يركع كيشعر باتقل مالك يحط راسه في السجود كيشعر بواحد ضغط عليه ومالك يوقت صلاة كيش مائزه هو مؤمن يدق على الرجال والنساء بالكترة ذاك أنه عنده مسهم أشنه هو العلاج غنقول له راه الصلاة واجبة راه كل يوم واجبة عليك الصلاة وفي وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة يقول لك راه فهمها وكان آمن بهذا الشيء ولكن راه ما قدرتش غنقول له غتبدأ بواحد العمال أتواضب عليه وهو غتكتر من صلاة أخرى من غير الصلاة الخمس عدنا الصلاة الخمس مفروضة علينا جميعا وعدنا صلاة سادسة صلاة سادسة ما فيها لا رقوع ولا سجود ولا طهارة ولا قبلة ولا توقيت هذه الصلاة السادسة هي الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لي عنده مثل هذه الحالة كي يبدأ في الأول بالإكتار من الصلاة على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحينما يكتر من الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك المس اللي عنده اللي كي منع من الصرارك يزول علاش؟ هتصال على النبي من اللي كنقولها ونعودها هناك رائحة طيبة أطيبة من المسك تنبعت من أجسادنا ومن مكاننا فترتفع وترتقي حتى تصل إلى عينان السماء فتقول الملائكة هذا موضع يصل فيه على النبي فتأتي الملائكة إلى ذلك الموضع وتحفه وطبعا إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين فكنوصيك بنت بشراء ومن خلالك نوصي جميع الناس نساء أو رجال اللي عنده الصلاة تقيل عليه انقل لي لا بأس ابدأ أولا بالصلاة على النبي وغد تلقى بأيام معدودة غد تلقى واحد النشاط وغد تلقى واحد الحيوية بإقامة الصلاة المفروضة وغد تكون من الذين قال فيهم النبي الكريم أرحنا بها يا بلال أن الصلاة تعد راحة ومتعة وكان بغن نقول الأحبابنا الكرام باش نحافظوا الصلاة في وقتها بخشوعها لابد أننا نستحضر الفرحة ما يسمى فراحنا بالله فراحنا بالله يعني أن كل توقيت الصلاة غنقول الله عندي مقابلة خاصة مع الله عندي مقابلة خاصة مع مالك الملك تصور معي كنت عندك مقابلة غير مع شي فنان أو مع شي مسؤول أو مع شي شهير مشهور كتكون فرحان غطلق معه فما ضمنك أنك تلتقي بالله شوف رحمة الله الوسعة قال لنا كلكم نطلق بكم خمس مرات في اليوم وكل واحد نكون معه شخصيا ربنا عز وجل لا يعجزه شيء نستحضر الفرحة بالله قبل أن نقول الله أكبر فالول من توضع نستحضر الفرحة نقول أنا الآن واقف بين يدي الله الآن سأقابل ربي الآن سأكلم ربي وسيكلمني وسيغفر لي وسيباركوني وسوف يكرمني الله بسم الله عاد ديك ساعا أقيم الصلاة عاد ندير تكبير الإحرام نستحضر الفرحة في قلبي أولا ونصليه وأنا فرحان لأنني أقابل الله وأكلم الله ديك ساعدي أحضر الخشوع وتحضر الحيوية والنشاط الله يجعلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام من الذين يخشعون يخشعون هذا الخشوع سيديك ورأيبان حاجلة بس عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا مهار كبير هذا مني بخدني الخطيئة سيديك ورأيبان الله يكبر بيك للأرقية يا مرحبا بك هذا مهار مزاتني فرحة يا سيديك ورأيبان مزاتني فرحة أعزك الله سيرقي يحفظك الله ورحك الله يبارك فيك فيدي الله يرحميك لوالدين شوفي بغيت الدعاوا معي الرجل ميتلي وعندي جوج دراري دعوا معي كان لأربيهم تيخدمه إن شاء الله قرح تلبك هذا العام خرج من الله فك والأخوة تقرى في الباك الصغير تقرى في الباك أريدكم الدعاوا معي الله يرحميك والوليدين والدعم معي الوليدة في السكوار وأم أصبر في السيد القرى أيضا ويرحمك والوليدين والدعم المسلمين الجميع يا سيد الله يرحمك الوليدين يا ربي كريم للأرقية الله يحفظك للأرقية لا إله إلا الله نموذج من النساء المغربية كيف كتلاحظوا الكلام ديالها كي بنفيه البراءة وحد الإنسان مغلوب على أمره ما بغي دل تورا ما بغي دل اعتصامات ما بغي دل عرائد استنكارية ما بغي دل مقالات فيها كلام صاروخي رصاصي أبغي تحاجة بغي غدوح بغي غد السلام والعفية بغي غد سهلة مواطنين فيهم رحمة وفيهم هدوء وفيهم سلام ألا يستحق هؤلاء المواطنون أن ننذر جهدنا ونضاعف من جهدنا من أجل إسعادهم ألا يستحقون منا أننا نعمل بالليل والنهار ونجد ونشكهد من أجل أن نقضي حوائج الناس وهنئا لكل من وفقه ربنا لقضاء حوائج الناس نذكر بالحديث النبوي الشريف أن لله أناسا ما هم بالأنبياء ولا بالشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء من منازلهم من الله وجوههم من نور ويبعتون على منابر من نور يمرون على السراط مرور البرق الخاطف قيل صفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس سعدات كل واحد في الموقع ديالو أنه كيسعى إلى قضاء حوائج الناس رجال الأعمال رجال الأمن رجال التعليم رجال الصحة رجال السياسة الموظفين في الجماعات في العملات البرلمانيين أعضاء الحكومة رجال الصحافة رجال القضاء رجال الإدفاع الفنانون المبدعون كل واحد من الموطن ديالو إلا وممكن ينطبق على هذا الحديث أنه تقضى على يديه حوائج الناس يبعت يوم القيامة على منابر من نور ووجوهم من نور ويمرون على السراط مرورا للبرق الخاطف حتى الأنبياء والمرسلين يغبطوهم يتعجبوا منهم شكون هادو جوا من نوران وقع سبقونا شكون هما هادو ما هم بأنبياء ولا أولياء ولا مرسلين شكون هادو ما هم مجاهدين ما هم يعلماء ما هم عباد ما هم زهد شكون هما تقضى على أيديهم حوائج الناس فهنيئا لكل من وفقه الله تعالى لقضاء حوائج الخلق لا الأرقية أسأل الله الواحد الأحد الله يجزيكم بخير نتعونوا مع أخنا القيب واحد دعوة دي الخير واحد الفاتحة الزوج نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمه وسعه وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يجعله بجوار النبي المصطفى وأن يسكنه الفردوس الأهلى والأولاد يا ربي هم رغم أيتام ومضربين مع الزمان وحنا عارفين الواقع دي الجامعة المغربية كل ما كيكملوش طلبة ومن اللي كيخرج من الجامعة كيواجهوا واحد المشكلة دي البطالة نسأل الله الواحد الأحد يفتح لهم الأبواب المغلقة ويسعدهم في قلوبهم وأسأل الله تعالى أن يسخر لهم أهل الفضل وأهل الخير يكونون في خدمتهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وغنقل السادة المستمعين وحنا في ختام هذه الحلقة المباركة تعالوا بنا جميعا ندعو الله تعالى دعوة خير ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الأغر لعل الله عز وجل يهيئ لنا من أمرنا رشدا ونقول اللهم يا رب العالمين يا دا العرش العظيم يا رحمن يا رحيم عليك توكلنا يا حي يا من لا يموت أبدا يا من لم يتخذ ولدا يا من لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم إننا نعود من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا صارخ المستصرخين يا غوت المستغيتين يا ربنا إنك ترى مكاننا وتعلم أحوالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ، ها نحن بين يديك يا حنان يا منان اللهم رزقنا المدد حتى ندبر أمورنا أحسن تدبير اللهم رزقنا العلم وارزقنا العرفان وارزقنا القوة وارزقنا حسن الإرادة حتى نتمكن من إصلاح شأننا وأمرنا اللهم يا رب ارفع عنا الغضب وارفع عنا المقت وارفع عنا الفقر وارفع عنا الشدائد يا الله يا الله يا من تحل به عقد المكاره والشدائد يا الله يا الله يا صاحب الفرج يا الله يا الله اللهم يا رب لا ينكشف من العقد والشدائد إلا ما كشفت لنا وقد علمت ما قد نزل بنا فلا فاتحة لما أغلقت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت اللهم افتح لنا باب الفرج اللهم افتح لنا باب الفرج فقد دقنا ذرعا وتحيرنا فيما نزل بنا وضعفنا عن حمل أثقالنا وأنت القادر على كشف ما قد وقعنا فيه فافعل بنا يا مولانا ما يأتيك من عظمتك وقدرتك وجلالك اللهم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم يا الله يا الله يا منقذ الغرقا يا الله يا الله يا منجي الهلكة يا الله يا الله يا سامع كل شكوى يا الله يا الله يا كاشف الضر والبلوى نسألك اللهم أن تكشف ضرنا نسألك اللهم أن ترفع عنا البلوى نسألك الله تعالى أن تدفع عنا الشكوى يا دائم المعروف يا دالفضل والإنعام أمن علي اللهم أمن علينا بمنك يا رب زدنا من فضلك اللهم تفضل علينا بعطائك وعافنا يا إلهنا في صحتنا وعافنا في أبداننا وعافنا في قوتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا من هو في الأرض إله يا الله يا الله يا من هو في السماء إله يا الله يا الله يا من له عنت الوجوه ودلت لعظمته الجباه يا الله يا الله يا من يجيب المدتر إذا دعاه يا الله يا الله يا من يسمع العبد إلى نجاح نسألك اللهم أن ترحم جميع أمواتنا يا رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأحبابنا وكل من له الحق علينا وارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة وأسكنهم في فسيح الجنات يا رب اجعلهم هذه الساعة من يوم الجمعة اجعل أمواتنا كلهم منعمين في عرصات الجنات اللهم اسقيهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا اللهم اجعلهم في ظل ضليل يا رحمن يا رحيم وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا محي العظام وهي رميم احيي قلوبنا بالإيمان احيي قلوبنا باليقين اللهم ارحم ضعف قوتنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين وحقق رجاءنا واختم لنا بالحسنة اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين